ماتينال ويكاند نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام صباحكم اه دقلة وحليب ان شاء الله على اي فام احلى راديوتا والسبعة وصناش ندقيقة احنا معاكم حتى لتسانة عصباح في الماتينال اليوم اليوم لحد اثناش نوفمبر الفين وثلاث عشرين اللي بيفق ثمانية وعشرين ربيع الثاني اه الف واربعمائة خمسة واربعين من هجرتي مله العز والشرف درافعي او نهار جديد اه نهار اخر من اي يAME حياتنا ان شاء الله يكون نهار اه مليان بالفرحة ومليان بالسعادة ومليان بالحاجات الحلوة والاخبار ازينا يا ربي رغم رغم من اللي نعيشوه رغم من اللي نعيشوه إن شاء الله كله يكون أخبار زينة يا ربي يتبدل علينا الوضع بوعضع ما خير يا ربي إن شاء الله ويخفف منزل على أهلنا وناسنا ومالينا في جميع الأقطار لكن بالخصوص في فلسطين ربي إن شاء الله يخفف عليهم منزل ويكون في عونهم يا ربي إن شاء الله سباح الورد سباح اليسمين سباح الفل إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله فرحة بالرغم الضغوطات اللي نعيشو فيها اليوم الشورة راسي راسك وحدنا ها هوكا اليوم بش نكون صغير شوية كي بش نعمل لكيليبر كي ينبر بش نيرى حاجة أخرى أوكا متفاهمين منطوى وشاهدين عليك الناس الكل أنا هاني كل يوم قررت بش نكون عاقل وما عندي حتى حكاية من بعد كي ينبر بش نيرى ومش ذنبي آنق ذنب كنتي وإن شاء الله جيهين ترجعنا كهو ما يقال لك العولة اللي تعمل فيها اي ليلة قريبة شادت اليد تعطلت شوية ما يسيرش ربي معها تكمل اليوم إن شاء الله وجمعة جاية إن شاء الله بقول ربي تكون معنا هاتر اليوم يزولي خرجت الحواج من نفطة لي حواجة عشتاء خرجتهم ونشرتهم كذلك اللي هو قبل ما حدو تقسلهم مسخون شوية إن شاء الله اليوم قالوا إن نجم يكون حتى ستة ولا سبعة عشرين اي سبعة عشرين ولذلك إن شاء الله ردوا بالكم تنجموا تتمتعوا تتفرهدوا تخرجوا إذا كان نجموا تخرجوا ما فيها بيس معنا تمتعوا بالليمات هذوما في انتظار في انتظار موسم الأمطار إن شاء الله يا ربي يرحمنا في أقرب الأوقات يتهدد علي قال لك مش يقعد الحاق اليوم معنا هذا اعتراف ضمني بأنه في العادة هو مش عاقل وفي عادة هو هيج وشيطان ولذلك هذا اعتراف والاعتراف معنا بالحق الفضيلة معنا بأنها فضيلة ختمي فضيلة ختمي تنجم تقول الله يرحمها الله يرحم ولذلك شهادة على نفسه وأحسن حاجة هي شهادة الشخص على روحه نبدأ وكالعادة بغناية الصباح لغناية الصباحية اليوم صباح الخير بصوت كريمان الفنان الصوت العذب صوت العذب لكريمان لكن كريمان حكاية تقول نحكيوها بعد شوية قايدس فينا بارع معناها ما تخافش بغدت ربي بجا المن تون مون دا لباقات معنا بل تقول فينا ريت وقايدس الركاس تاكد بجد عصاة في يدك لباقات هذيك لوده يقول في الخلق ربي هكي لكلهم هكيك عاملة بجا ماmelسي بس mandana لابسة الراز اي خلق زي اي منورة اي احكي تفمح وحصي الحكية شو الضحكة كي تخذر لها كي تضحك على زنب ماشالا يعني تعطيك برشة أمل وبرشة فرحة. هم مشالك اللي في بالك تنيلو. عم شالله يا ربي عم شالله يا ربي عم شالله يا ربي عم شالله يا ربي هذك اللي في بالها هي وفي بالنا الكل فهمتش ما مزلنا نستنى وهنا نطلبه في ربي نطلبه في ربي عم شالله لكل حال يعني ما تكونش كما قضيت شتى او ستتحل في أسرع الأوقات يهب في الديجيتال قاعد يوصل في صورتنا معناها اللي نجب يشوفونا على يفهم تيفي وبتبيع ياسمين هي اليوم المنتجة والتبع في البرنامج كنا قبيلة سمعنا كريمان في في غنيت من أغانيها القليلة من أغانيها القليلة معنىش الكثير من الأغاني كريمان فقدناها توا مدة شهرين قد قد شهرين 12 سبتمبر اللي فات توفت المطرباء والفنانة بلتور فنانة كريمان توفت عن سنة 86 سنة لأنها من مولدة 36 مولدة في القاهرة اسمها الحقيقي كريمان كريمان أسطى ممثلة مطربة مطربة عندها بعض أغاني صوتها جميل لكن ميزتها كريمان هي أنها كانت بعيدة على الأضواء ما حتى وقت اللي في طنبكها مش بعداش كي كي بعدت معنى كي حتى في شهرة متيحة حتى مدة مدة في عز أيام شهرتها كانت بعيدة على الأضواء كانوا كيستدنوها الحفلة ما تمشيش متحبش برشة الخلطة هذا بروحتها شهد دويرتها مستكفية بروحها معناها فنانة وقت الخدمة بعداش تراوح للدار خير أكيك تخلي دور بها حد لدور بها حد تخلي هذيك في الخدمة وتراوح حمى ست بيت ست بيت كيما يقولون كانت جميلة في ذاتها عنا صورة أيضا عنا صورة هي في صغرة وعنا صورة هي مرة كبيرة هذه هي تقريبا من أواخر الصور الأخرانية اللي تضحك معناها هذيك صورتها هي صغيرة مثلت مع سبعي اليسين مثلت مع ذو الفقار مثلت مع مجموعة من الفنانين عندها برشة خدمة في مسرح كذلك لكن الميزة متاحة هي أنها بدأت وهي طفلة صغيرة مازلت في الروضة كي بدأت هي مازلت في الروضة بدأت في برنامج بابا شاو اللي كان برنامج أطفيل في الإذاعة المصرية بدأت فيه ومشيت ضيفة نهاري خلال ضربة تلسقط يظل كيفيةنا كيفية سيدة علي مفيدة على نهاري قاعدت غاديك على طول باز عنت المعارف كيف كنت يزيد ممكن على كل حال اشتقصد بداية على كل حال ولت نجمة بشوية بشوية هي تقول أنا بنت مسرحة تحس روح بنت مسرحة كثير من السينما لكن عملت كمام أفليم ووقفة قدم فننين كبار معناها حتى كان ساعات أدوار صغيرة لكن أدوار مهمة خدمت برشة دورك البنية الشقية هكيك الطفل المشاك المشاكسة مشاكسة مشاكسة كذلك لكن كما قلت حياتها الخاصة تقريبا ما أفلي أحد شيء معنا ماشي 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 من الحياة الخاصة ماشي فرشة كل شيء على بر ماشي فرشة حكيتها حتى كيوالا فهم انستجرام وفيسبوك وشيء هي لعند الانستجرام ما فرشت فيسبوك وقتها مرة كبيرة هي لكن فهم لا يفرش وقالت عايشة كما معنا معنا بعدش بعدت كنت لت معلم على عالم التمثيل وكل لكن قالت موجودة قالوا الناس ما نذكروها بكل خير كما قلنا توفيت عندها شهرين بالضبط اليوم اليوم شهرين بالضبط على تاريخ وفاة الله يرحمها فقلنا فرصة مش نذكروا بيها نترحموا عليها ونسمى صوتها الجميل خطب برشة ناسي عارفوها كممثلة ما يعفوش لها مطربة وعندها صوت جميل من من كريمان الجهن جهن اللي تغيب علينا بالجسد لكن معانا بالروح معانا غايبة كما قلنا لانا عندها لاهية في دارح كملت كملت التابل وكروية ونقعتهم وقدتهم وكل شي وعطتهم شي تريقلوا بعدش يشيحوا مليح بعدش طحونة يترحا طاك يروح ومالطحون ان شاء الله ما تخوش عاد كمون شي اخر مش تغرب لهم اذي كتولي عاد ولي مشكلة كبيرة ليه بخذت ربي ليه ان شاء الله ليه وليزو ما تسمع كلام امها كين سمعت كلام امها وكملت عولتها بالصيف في الصيف زاد معنا كنت راي ما تنسيش اللي زاد كنا ملهينها في الصيف اذيك عليش ومعنى من هذين تنقلت تخدم فيها خدمة اخرى اليوم تخرج البطاطن والكسالات والفرارش وكذا تشمس لهم تشمسهم مش يتنحى ريحت بنفضلين منهم مش ما يقعد لكن لكن كلفتني بموضوع موضوع اللي مش نخدموه في المشتخد اللي هو في كلمة خيل كلمة خيل لشكون مواجهة اليوم مواجهة للاولياء مرة اخرى للاولياء مرة اخرى وتعرف الجيهان قداش متعلقة بابنائها وقداش ليهي بهم وفما عندها عندها حضور كبير في مع ولادها بولدها وبنتها ربي فضله اياد وفاطمة لكن وحتى ساعات باديسي ولي ولي ولدها لكن هي كلامها كان مواجه من ناحية يبدو انها لاحظت حاجة هاي حتى ساعات تلاحظت حاجات قالتلي نحكيه شوية على انه صغار كيفية ولاوا الصغار طويقا يعني يحضروا في كل شي مسموح لهم انهم في كل وقت في كل مناسبة في كل يقعد وحتى في قعدية الكبار ولي تقول احنا كنا قبل كي جينا حد وحنا بنات صغار في الدار كي جينا حد زايد قاتل عيني نتلعب انسلموا وساعات منا نظهروش أصلا ساعات حتى فسلم منا نظهروش انسلموا إذا كان الكظيف تخلى على غير هذا و آآ آآ سكروا البيب على هو نظهروش صيح ثم ساعات كي بدو قلت كي ما قلت خالاتي ولا حد قريب معناها اللي في العادة نجم ونقعدوا معاه كل شي هذا مع الحد الغريب إذا كان يتخبئ أما حد قاتل نبدو قاعدين هاكو شي انسر طيام ما موكب يدخل في البحور الغارقة الكبار لن يتحدث عن حاجات ما يجب في الصغار يكونوا موجودين قال كيف كيف العيدين تلعب وما نفط نو كان بروح نحن معناها غراج من اللعبة وقت نوم وقت نوم فمشكلة تدخل البيت وتشد فرشك طاو يجيك النوم ما عندي شنوم اطاو يجيك النوم أقرأ قصة أشد كتاب بقرأ طاو يجيك النوم تقول أنا مع أولادي نقرأ لهم أنا مثلا فاتو فاتو ما ما زالت صغيرة ماذا قرأ تقرأ لها تقرأ لها مش تقرأ لو كده مش تشد وفرش ومبعد هي تقتله بحاجات أخرى في دار ولا مع زوجها ولا حاجات تقول لي اللي لحظت طاو في اللعبة دائروا الصغار قديش كبير ولا تخوش عليهم كبار وتخوش عليهم اللي تولدوا يعرفوا كل شي لي مش تقول لي رأوا مش هكي ك هبط مسماء انهم الصغار ما عاش يعيشوا في الموندون تاحا ما عاش يعيشوا في حياتهم ما عاش يعيشوا في المكان انتاحهم اللي حيش فيه وهذاك علاش كلامهم أكبر من عمرهم هذاك علاش ولو يتكلموا كلام الكبار ما يتكلموش كلامهم ما يعيشوش الفترة انتاع الصغر متاحهم كما يكبروا قبل وقتهم وعليش يكبروا قبل وقتهم لأنهم يلقاوا رواحهم مع الكبار ممكن ياسر وهذا نزيد معنا هذا أعطيتني الفكرة جو ديف لاب ممكن ياسر لنا نقول من الحكاية هذية نقول أنه ممكن كانوا قبل العائلة مفتحة بمعنى تلقاهم العائلة تسكن قراب لبعضها فاعة ستنفرد دار الأخوة معارسين ستنفرد دار أولادهم موجودين فرد دار يلقاك صغير أنا عندي صغير ولا اثنين اخوي صغير اثنين وثلاثة مع بعضهم ويعملوا المون دون تاهم اخ طويك ولو الصغار يعيشوا مع ابو ومك وفي دار مسكرة وبالتالي ملتسقين بوهم ومهم برشا فماش الحياة لأطفال فماش المكان اللي خاص بهم الفضاء اللي خاص بهم في الوقت اللي خاص بهم ممكن هذي يقول لك ينجم يقول لك أنا حتى كان أنا نعيش معه لكن أنا نحد له الحدود مش الحدود رأي مش قمع لك لنعمله حد درقة طبيقة مش قمع رأي كنقله قوم رأي اللذين باكاو مش المكان اللي يجب تكون في رأي احنا قاعدة كبار انت تقعد معنا تمشي لبيتك وتعمل حاجة رأي مش قمع كيف كيف إنما هي مش يعيش حياته ومش يعيش لفترة انت على عمر رأي عمر اربعة وخمسة وستة وثمانية وعشر عنده حياة انت على عمر هذك يجب يعيش كل حكاية ذيك يجب يحس بك الاحساس انت على الوقت هذك تعال عمر هذك وبالطبيعة اتبعه في قراءاته اتبعه حتى في التليفون في الفيسبوك ولا في الوساطة الاجتماعي معناش يشوف اتبعه شوية مش تعرف مش تخليه مش يعيش حياة تقوله تقول لا تقمع في لا تنحيله في حاجة انما تجي لحاجة دي كانت الوقت يجي حاجة اخرى كما قلت من الحاجات اللي عشناهم احنا صغر انا مثلا لما نتفكر كانوا يهزونا العروسات نعم بالدهر حد كبير يقعد بنا في الدهر حد الصغير مثلا من الرجال اللي مش مش الفرح يقعد بالصغير يقعد بهم وكانت وقت يسر مزيان على خطر نتفكر انا مثلا نقعد مع واحد من عموتي الصغير عمير زوجر بفضله يخليوني معه في جو على خطر تتبدل الحكاية معك الليلة ذيك المشوار ذيك اللي قاعد معه مش كما اني قاعد مع الوالدة والصعب والتربية وكذا معه فما جو اخر تعمل كيف اما هل يهزوا صغيراتهم للصالة بتاع الفرح الساعة هم اللي يفهموا فرح والصغيرات مش يفهموش حاج معنا يفرح مش يركحوش وبدأ عادي تطلع شو منراوه حتى فالتساع ساعات دي فيديو ضحك ما تضحك اني تبكيني العروسة بالفوال الانتاحة ويقفها ورعروس ويقفين يعملوا في شوتينج تصوروا والغشير يجري يجري يطر ما يعملاش بالعاني ما يطير لها للفوال الانتاحة ومشي وحاسيلو فما واحد الاخر يجري تكبت العروسة مسكينة طاحت يعني عليش عليش وساعات يزو بيبي وكل بيبي ذاك الحس انتاحة وإحنا تبارك الله عدنا ما نعرفوش نعدلو الميكرويت انتاعنا تلقى لبافل اللطف طي مرقد جبانا وكل بيبي مسكين تلقاه بيغتور بي لأنه يحب والله ستورة عندك الحق ويعطي الساحة جيهين في الموضوع عذي خاطر ولينا نعيش في وقت ما هوش وقتنا كيف يعني طوي كالصغار وليو يعيش في فترة وفي وقت ما هوش امتاح مهم ديجا بلسك من الجنراتي متاح اينا وانتي طالع اللي يولينا الصغار موجودين في كل شي في المحافة للكل وكذي وفما حاجة زادة مهمة برشا عركة البو والأم هذيك أخي بحاجة يعني اللي تعاقو قدم صغير ويطلع روي يطلع معقد ويطلع عنده يطلع يقول لك عليش الصغير عنيف ومخطر عايش العنف في داره يعني عايش بين العركة متاع البو والأم ويبدأ البو يعيش ويسيح والأم متجيب من غاديك كذي هو في داخله بشوي بشوي يبدأ تراكميت متاع عنف وتراكميت متاع عقد نفسية اللي تخليه في يخرجك لنغجين الخايبة ذيك والنغجين متاع العنف في المدرسة يخرجها في الشارع كذي طوي كمثال ولينا في الشارع الصغار نسمعه في كلام يتقال أكبر منهم بساعات تسمع طفلة صغيرة تقرأ في الابتداء تقول سمحني يخي ذي تقول المرأة مع عرصة عندها يعني وأخي بحاجة تليفون ومفاهم مراقبة طوي ولد الأولياء ما عايش تراقب صغارها تحسهم الأولياء ما عادش عندهم صبر يعني ما عادش عندهم إنهم بش تعطيه تليفون خليه يسكت يختار ساعات تمشي رستوة كيف تشوف كيف الأم والبو قاعدين بالتليفون وعادين الوالدهم تليفون يعني شريلو هو عمره عام وعامي شريلو تليفون بش يسكت ليه وين الحني يم تعلبو وين الحني يم تعلبو كيف كيف الكم مبين الأم والبو أنت يسيد ما تحبو يسكت كذي ما فيها بيس تلعب معاه حتى اللي ما عايش يشري ما عايش يلعب والألعاب اللي كذي يلعبو حتى الصغار لكن نهاريك احنا وجهين قلت على الأستيك وعلى الوحد والألعاب ذيك اللي تلعب معاش الراحيم الصغار موجودة جملة الزبوت معاش موجودة ذيك الجملة يعني بالحق حتى الكريم ما يعرفو شو كيف يلعب وكيف يلعب وكذي احنا في كنا صغار كنا مغيمة كلا طولة نسكر على الوحنا البيت ونقض الغدي يعني طوى ولات ما فهم يش توزم في التربية ما عادش ولا تفهم الكمنيكاسيون بين الأولياء والصغار انتي حتى صغيرك يروح من المكتب ما تسهلوش عملت ما يستسهلوش وكذيك يجيب عدد خايبا كيف يجيب عدد خايبا وتعملو شوها يعني الأولياء في حد ذاتهم يلزم يتحملوا مسؤولين ويلزمهم رسكلة رسكلة كبيرة والله ذكرتني في حاجة ونختم بها يا ذيا أحكيت لي مروضة معنا من المضحكات المبكين ابنية صغيرة في الروضة معناها أربعة سنين تقريب خمسة سنين حاجة كشت عليها المروضة عملت عملة يخي المروضة كشت عليها معناها أنبتها معناها بمش المبعادي الطفلة قاعدت جاي قاعدت في القاعد تطرف في سقيها وتقول هو عليك يا فلانا هو عليك حسم الله عليكم حسم الله عليكم حسن المساعد هم تقاعدوا باعتين وتسمع في اسم مش على اسمها هي مش اسم لبنية اسم آخر يعني تسمع في شكونة باكل فيها قاعدوا باعتين قالوا ما عايش باعت تصرف كهان يخي من كلمة لكلمة تشفوا أن ذكا اسم والدتها يبدو أن الوالدة أمها وراجل معنى أمها يتعاركوا ديما والمرأة تتغلب تبدأ تغرب في روحها وتقول عليك يا فلانا معنى تسمي في روحها الطفلة تصور 4 أو 5 سنين حفظت الكلام هذا فانهار اللي كشت عليها فهمت اللي وقت الغش يجبك تقول الكلام هذيك قالتها كيما هي بالاسم متاع أمه مش بس ما هي معنى معنى حجا غري فما زاد الصورة سمحني في الفيسبوك جاء بريود واللي ويهابتوا قالوا العرس والصغار يلزموا يتعمل مبعد تيست بسيكولوجيك يعني بالحق تشدك الراجل والمرأة اللي حب يعرس ويحبوا يجيبوا صغار تعمل لهم تيست وتشوفهم قابلين انهم بش يعرسوا ويجيبوا صغار وإلى خاطر من بعد نجمو نعملو تيتر بوستعير معنى نجمو نعملو بعد ما عرسوا تنجموا تشوفوا نثبتوا لأ خاطر أنا عندي مثال قدامي قدامي بجا نحب نشوفه في مشادي نطبقهم عليها نطبقهم عليها في حكاية الاختيار هذي وحتى قلعي زادا كيف كيف نعملوا عليهم التست هذي ونشوفهم يستهلوا بنتهم وإلى لأ آه اي دو حتى راسا دو مشاكلو طريحة هذي قربنا فنربو ضمب الله عليه على كل حال هذي كان كلمة خير اللي كما قلنا عدتها زميلتنا جيهين شاء الله جيهين تلقاها الجمعة الجاية ام معنا هيا سيديان ما تنسوا ما تتحصلوا توا دوروا لي هايا مش نسمعك غنية الكويز غنية الكويز مش نسمعك جزء من الغنية المراضية وتقول لي ونفرق المراضية على المطربة ليس على الغنية خطر الغنية الشهيرة الجدد اسمع شوي خطر الغنية لا مش ليالينا ليالي في ليالي كذا في كذا استنى لحظة خلي مش نسمعك مش نسمعك الكلام ما لقيتش الكلام كم لنا خلي كلمات مساج خطر الغنية لنفرقس مش على مش لع الغنية اه الانس في فينا في فينا استنى استنى ما شهر مناك سيبون ليالي الانس فينا في 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 فيننا في فينا اي فينا اي عندك عندك الحق عندك الحق سمحني الغنية من عام 1944 مليح الغنية اكيد رو برشا سيد المستمعي نجزوا من له بالكل وقالوا اسمها بصحيح مش ليالي الانس فينا ليالي الانس في فينا في فينا اشهروا من نارنا على علم الغنية هذية الغنية الرائعة من روائع الفن العربي تلحين الموسيقار الكبير فريد الاطرش الغنية هذية بصوت شكون نسمعها فيها اي موقع اخونا اللي هذي كالي ساء الغنية هذية في الفيلم هاي الغنية هي تعني في فيلم اما التوى شكون اللي يغني سكون اللي يغني الصوت نحب على الصوت شكون اللي تغني هذا سؤال نتع اليوم في الكريز شكون اللي كنا نسمعها فيها تغني في ليالي الانس في فينا بعد اشهروا نعود نعطيكم مقطع اخر صوت بالصوت حتى سمعنا برشا الموزيكا كلها موزيكا تايسر حلوة فالس لكن مش نعود بعدها شوية نسمعكم شوية من صوت المطربة هذه فماشي ما تعقلوها شكون المطربة اللي تغني في ليالي الانس في فيينا ومن فيلم الفيلم اي فمن من الحن فريد لطرش وكذا باش نمشيو الى الفيلم المقترح من طرف بسام في الصهرية والعشوية نتاع اليوم ياسيدي تويكا ما بديت تبرد الدنيا وبديت كي الجو متاع لقلوب البيضة والقهوة والركشة تحت اللغطاء اليوم باش نقترح عليكم فيلم تونسي المدة العرض 127 دقيقة الفيلم ادي ياسيدي اول عرض ليه كان عام 1994 في فرنسا اي تعرض العرض الولاني في فرنسا للمخرجة مفيدة ثلاثة ربي يرحمها سيناريو وحوار مفيدة ونور نوري بوزيت عرفت بغضا عرفت انتي الفيلم مستورة اكيد ادي مع تاريخ اي اطم بعد نرجع للتاريخ نشوف التاريخ الشنية فيلم اسمه صمت القسو اكيد برشة منه تفرجوا فيه وإلا برشة منه يعرفوا حتى الحكاية بتاع الفيلم هذا شارك في البطولة برشة ممثلين توينسا منهم المرحوم هشام رستوم كاميل تويتي فاطمة بن سعدين اميل الهديلي سونيا مؤدب والممثلة من الاصول اليونانية هيلين كاتاز كاتاز وحاتم بالربح وهند صبري اللي يعتبر الفيلم هذي هو النقطة البداية متاحها في التمثيل وهو اللي كان انها المشعل انها باش من بعد تزيد تتعرف وتخدم افليم اخر وتتشهر يسيد الفيلم هذي القى نجاح كبير ربح جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجين كان سينمائي عام 1994 وشارك في مهرجين ابو ظبي دورة السابعة عام 2013 وتحصل على المرتبة الخامسة ضمن قائمة افضل ميات فيلم في السينما العربية وذي حسب استفتاء لنقاد السينمائيين والممثلين التي عملت في مهرجين دبي السينمائي الدولي في 2013 الدورة العاشرة الحاجة سطورة اللي شدتني شدتني في الفيلم ماذا واللي هو صحيح يحكي على طفلة والطفلة هذية كيفاش يعني تخدم رقاسه وتخدم في كاباري والحاجة هذيك لكن انا مانيش بش اركز في الموضوع متاع الفيلم لكن بش حاولت اركز في الاخراج لانو اخراج مزين برشة ويعطينا برشة صور وبرشة رسائل حتى سيناريو سيناريو قوي برشة يخليك ديما انا نحب نبحر ما بين السطور يعطينا يعني الحاجة اللي خرجت بها انا من الفيلم بعد ما تفرج فيه اللي المرأة المتهدة ونوع الماء وإلا المرأة اللي توصل تعمل حاجات وهي ما هيش مقتنعة بهم مضطرة بالزلز السبب ذي ظروف رو ساعات نشوفه إنسان يعمل فيه حاجات رو ما هيش مقتنعة به ما هيش من قناعات وخارج لكن فما حاجات أخرى خليته إنه يعمل الحاجات هذه الفيلم ماذا إنه يبين للمرأة ساعات تعيش لحظات ضعف وضعف كبير واللي المرأة نعرفها اللي هي كائن ضعيف كائن يخلي يعني كائن بأي طريقة وفما ترق سهلة إنه تنجم تمشي للحاجات اللي هي ما هيش مقتنعة بهم بجيست إنها بجتخرج من الظروف اللي عايش فيه المرأة إنها بالرغم إنها يعني عندها طاقة كبيرة لكن ساعات يجيها إنسان والشخص يستغل الظروف اللي عايش فيهم ويستغل الضعف الشخصية اللي هي فيه لكن المرافحة ذاتها قوية اللي هي ساعات تخرج قوة من عندها وتتحدى برشا حاجات وتتحدى الظروف والمصاعب اللي تتعدى بهم وتقول لي راني أنا قادرة إني نتخطي هذا الكل قادرة إني نوصل نحقق النجاح اللي حاجتي به أنا واللي مهما كان الإنسان اللي مقابلني ولا مهما كانت الظروف اللي مقابلتني سعيبة وكذلك أنا نتخطيهم الفيلم هذا يعلم يعلمنا إنه كيفاش نجمه نستغله الظروف مهما كانت الظروف سواء خايبة للجانب اللي نحبوه أحنا وكذلك ويعلمنا اللي فهم برشا حاجة خايبة فهم برشا نيس خايبة اللي تستغل المواقف تستغل صعوبات فيلم بالحق جميل جدا يخليك تكتشف نوعاً ما المرأة التونسية نوعاً ما المرأة المرأة اللي مانيش قاعدين نشوفوا فيها لكن نشوفوه من جانب آخر من ميدان آخر خطرة ميدان آخر يطلع عليه الفيلم آخر ننصحكم تتفرجوا فيه وحاجة بها برشا في الفيلم الجرأة في الفيلم عنده جرأة كذا في الكتابة في الإخراج يعني حاجة أنه تخليك تغوص وتحكي برشا حكايات رأيك هذه الصحة في الاختيار كلمة كان لحظته وكلمة حاجات أخرى 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 تعاودت برشا مرة مرة برشا مرة برشا مرة تخلي هذائي تخلي حاجة الأخرى بالأخرى ولا مستفسر الماء بالماء على كل حال لكن بالحق الفيلم هذائي يقعد آآ 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 صوته من ناحية الإخراج مفيدة رحمها معناها قدمة صور هي سمزيانة تحية كبيرة للمصورين معناها خاتر في الماء الصورة كانت صابخ معناها قصة نطاع الفيلم لكن مع هذائي كنت معبرة جدا على آآ معنا على الموضوع الدخلاني نطاع الفيلم في حال ذاته الجو داكتور كان كيف كيف متناشي مع الفكرة العامة فما سبغيت فما شيء من القتامة قتامة في النص في الحوار وفي الصورة معناها فما من القتامة الصورة تعبر على هذا بالمجد آآ شخصيا عندي موقف منه الفيلم هذا عندي موقف منه قلته هذا مفيد يرحم كلاب الحداد ما عشباش كلمي برشا ما الله غالب مسيكم سا آآ انتي معروف مستوي لا لا مش حكية مستوي ما رأي 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 شخصي معنا هذا حاجة فنية رأي شخصي قلته ما عشباش برشا وقتها لكن وكهو ما عشب نعاود وخطر هي توقيت وخطفيت خطر مش نعاود حاق الرد معناها لكن وقتها جاوبتني مشكلة مجاوبتني قلت رأي وجاوبتني لكن يقعد بقلي نراه أنا أشد أفخ كما قلت لك أشد أحلو برشا للي لبعض ناس آآ اللي كما قلت أنت ممكن ناس ما عرفوش يقرعوه بين السطور أعطاتهم فرصة مفيدة ذاك أو هذا نقدي للفيلم أعطاتهم فرصة للتهجم على طبقة من الناس تاجم عليهم بدون معرفة لأن هي أعطاتهم الفرصة آآ في حاجة اللي أكسنتوية عليها ومن غير ما تكون حقيقية وموجودة معنا وهي مش تعمل في دوكومنتر تعمل في فكسيان لكن فما عبابي يخذوها لأن تحكي على ناس في فترة معينة في فترة من تاريخ تونس موجودة بالمجد توجدوا بالمجد ولذلك هذا كان الانتقاد لتحكي بغاف كما قلت مشيت وقت لتحكيت ولكن يقعد بقي هذا ما يمنع لأن يقعد بقي فيلم ياسر مزياد ياسر حلو وأفوغ كما قلت أنت كان عشو به اليوم مع كويس بوزة مثلا ولا حتى كستي ما يسير شيك في بارك مع طريف غلى توا فم رم بالرمان عملوا مسفوف بالرمان وفي طريف فاكية كلها بشفاء ومعهم كويس تاي وتفرجوا في الفيلم هذية مع القلوب اللي مجيبوهم لكم بسام قال لكم القلوب بليو أنا أخطيني أوقع لكل حال هذا كان الفيلم أنا نحب نعاود قبل خطرت لك أنا خطر غناية خطرت غناية من فيلم فيلم ببقي اليوم اليوم أثر في فريد الأطرش فعندي غناية حبة لحنة جميل لموسيقار فريد الأطرش مش نسمع صوت نسائي معاه من عشرة كانت علعوها لليش كون صوت نسائي اللي معاه لكن قبل هذية نحب نرجع لليلي الأنس في غنا نرجع للغناية الكويز مش نعاود نسمع كم شوية من صوت المطربة كان نجمو نمشيو ديريكت للصوت نتعى للصوت بطبيعة ما تقولوا ليش السيدة أسمهان خاطر مايش الأميرة أمال الأطرش اللي تغني في الغناية ذيها هي غنتها و هي مولاية و هي صاحبتها الأصلية لكن غنتها في فيلم فيلم غرام و انتقام لكن لكن غنتها في فيلم تقع بقي فيلم هذي في حفلة وسيدة أسمهان معناش على الأقل حتى تسجيل غنياتها في حفلة فاشكوني المطربة اللي سمعناها طويقة تغني في ليالي الأنس في فيينا بسام كل عادة التخيش قاعد يش إيس ألف الشيخ جوجل الغالب إيس ألف الشيخ جوجل إيس أنا ما نجيب لك حاجات عن الشيخ جوجل ولذا فاركسولي شكون وتنجبوا تجاوبونا على الباجن تدخلوا للباجن وتقولونا لعيشة أكيد راي طلعت أكيد راي طلعت أنا متأكد أنا طلعتها لكن نسألنا في جوابكم شكوني المطربة اللي غنيت طوام بعدش نزيدكم ديزان ديس أخرين إذا كان ما لقيتش الجواب في انتظار ذلك أنا مش نخليكم هاتف فما الأخبار بعدش شوية متاع ثمانية في انتظار بين الأخبار وبين عودتنا فما فريد الأطراش مش لحن لغنينا الحب لحن جميل مواعيد حبيتها واسترست بها أسيمة جديدة وحكاية جديدة من ستة لسبعة بتوقيت جريميتش خالد عبيدي برهن بسيس وبقيت فريق إميس